بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو موقف الإسلام من العقيدة النصرانية برفع النبي عيسى عليه السلام إلى السماء ونزوله إلى الأرض قبل يوم القيامة ماذا يقول القرآن الكريم حول ذلك تعرفون أن العقيدة المسيحية النصرانية تقوم على أن النبي عيسى قتل أنه صلب ثم قام من قبره وصعد إلى السماء القرآن الكريم ينفي موضوع الصلب والقتل عن نبي عيسى ولكنه يتحدث عن وفاته وأما موضوع رفعه إلى السماء بجسده أو بروحه فهذا هو موضوع الاختلاف ما هو موقف الإسلام من العقيدة النصرانية برفع النبي عيسى عليه السلام إلى السماء ونزوله قبل يوم القيامة في الحقيقة لا توجد آية صريحة برفع النبي عيسى عليه السلام حياً بجسده إلى السماء ولا بنزوله قبل يوم القيامة ولكن بعض المفسرين فهم من قوله تعالى وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناهم ومتأكدين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً رفعه الله إليه ماذا يعني القرآن الكريم بهذا الرفع؟ بعض المفسرين فهموا من هذه الآية أنه رفعه حياً بجسده إلى السماء ولكنهم غفلوا عن قوله تعالى في آية أخرى إذ قال الله يا عزيزا إني متوفيك ورافعك إلي ومطحرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلف هم أول لو طبعاً البعض التفت ولكن أول قال متوفيك يعني ساحبك مو متوفيك من الوفاء لآية صريحة بالوفاء يعني هذه آية التي يفهم منها الرفع بعد الوفاء إني متوفيك ورافعك وهو ما يعني الرفع الروحي أو المعنوي وإن المفسرين أولوا معنى متوفيك في المستقبل أو بعد الرفع يعني إني متوفيك بعدين أتوفاك موه الآن أول شيء رفعك بعدين أتوفيك وهذا غير واضح ولا صريح ولا يمكن الاعتماد عليه مجرد ظن يعني يصير تأويل وهناك آية أخرى متشابهة أو غامضة قليلاً وهي قوله تعالى وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا هنا الضمائر متداخلة الضمير قبل موته الإنسان المسيحي من أهل الكتاب أو اليهودي مثلاً يؤمن بعيسى أو قبل موت عيسى يؤمن أهل الكتاب بموت عيسى فالضمير في موته يرجع إلى هؤلاء أو إلى هذا هذه آية 159 في سورة النساء وهي كما يظهر غير واضحة ولا صريحة بنزول النبي عيسى عليه السلام إلى الأرض قبل يوم القيامة أو في يوم القيامة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته هو أو عيسى وقد اختلف المفسرون كثيراً في تفسير الضمير الوارد في كلمة موته هل المراد به الإنسان الميت من أهل الكتاب أو يعني قبل ما يموت يؤمن بعيسى أو المقصود به النبي عيسى فتكون الآية هكذا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى يعني معنات الآية قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمه ولا مفسرون الأوائل المعنى ليؤمنن بالمسيح قبل موته أي الكتابي يعني قبل موت الكتابي فالهاء الأولى عائد على عيسى والثانية على الكتابي ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موت الكتابي مو قبل موت عيسى وذلك أنه ليس أحد من أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الملك ولكنه إيمان لا ينفع عند الموت يعني لأنه إيمان عند اليأس وحين تلبسي بحالة الموت فاليهودي يقر في ذلك الوقت بأنه بأن عيسى يعني رسول الله والنصراني يقر بأنه كان رسول الله هذا أولا التفسير الأول الوارد عن ابن عباس والحسن ومجاهد وأكرمه وروي عن مجاهد رواية أخرى أنه قال ما من أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى وقيل إن الهاءين جميعا لعيسى عليه السلام يؤمنن به قبل موته هو عيسى كله والمعنى لا يؤمنن به من كان حيا حين نزوله يوم القيامة قال قتادة وابن زيد وغيرهما واختاره طبري وروا يزيد بن الزريع عن رجل من أعرف هذا الرجل منه هو عن الحسن في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال قبل موت عيسى والله إنه لحي عند الله الآن هذا الرجل من أعرف من هذا يقول إنه لحي عند الله الآن ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون كلهم ونحوه روي يعني عن الضحاك وسعيد بن جبير وروا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليقتلن الدجال وليقتلن الخنزير وليكسرن الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين ثم قال أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال أبو هريرة قبل موت عيسى يعني يعيدها ثلاث مرات قبل موت عيسى قبل موت عيسى يأكد المعنى هذا وهذا الحديث صريح جدا خلاف الآية التي كانت متشابهة أو غامضة ويطابق العقيدة النصرانية ولكن لسنا ندري مدى صحة هذا الحديث الوارد عن أبي هريرة ولعله أخذه من النصارى ونسبه للنبي محمد كما كان يحدث في تلك الأيام كثير من الإسرائيليات تسربت إلى المسلمين خاصة في التفسير برواية عن النصارى أو اليهود وتنسبه للنبي محمد ولو كان هذا صحيحا وثابتا لقال الله تعالى بصراحة وإن من أهل الكتاب ليؤمنن بعيسى قبل موته وتنتهي المسألة أو لأخذ به المفسرون الأوائل كابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وبما أنه لا توجد آية صريحة في القرآن الكريم حول رفع النبي عيسى بجسده إلى السماء ولا نزوله إلى الأرض قبل يوم القيامة فلا يمكننا الاعتماد على الأحاديث والتأويلات الظنية لبعض الآيات في مسألة عقدية كهذه المسألة هنا أدنى الشيخ أحمد بن علي الحارثي من عمان أضاف إلى ما طرحناه هذا التعليق قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم إلى آخر الآية وأيضا ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون يستنتج من هذه الآيات الشيخ الفاضل أحمد بن علي الحارثي يقول كل أنبياء ماتوا أو قتلوا ولا يخرجون من سنن الله تعالى في خلقه هنا علي منير كبيسي يسأل يقول أن نبي إدريس هل مات أم رفع هذا عند اليهود موجود أنه رفع أيضا السماء ولكن هذا لا في آية ولا في حديث عنه في الإسلام في التراث الإسلامي يعني في القرآن والسنة الأخ علي منير يقول كل الأحاديث تقول أن إدريس رفع أحيا ولم يمت أحاديث يعني فيها نظر في الحقيقة لازم نتحقق من عندها فيجاوبة أن نقول له هذه فكرة يهودية لا توجد في الإسلام ولا في القرآن ولا في السنة أدنا أيضا هنا الأخ الشيخ طارق نصر الشيخ المصري الأزهري أيضا يعلق على هذا الموضوع يقول لم يكن عند أخواننا الشيعة شيئا متعلقا بنزول المسيح بعد رسول الله خاصة ما كان عندهم هو يقول حسب قراءته ونظره وفي القرآن وخاتم النبيين في آية بالقرآن تسف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين وقوله عليه السلام للإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فيستنتج من هذه الآية فلما قيل لهم أنه سيصلي خلف المهدي قالوا عندي شيعة أو بعض الشيعة في السابق قالوا مرحبا به وعلى أي الأحوال أن نزول المسيح أن نزل المسيح فهو إذا نفترض يعني إذا الشيخ طارق نصر لا يزال يواصل الكلام يقول أن نزل المسيح فهو إما أن يكون نبيا أو غير نبي فإن كان نبيا فلا نبيا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يجي نبي آخر وإن كان غير نبي فإن الأنبياء لا يعزلون يعني فيه التباس بموضوع ما يمكن واحد يعتمد على الأحاديث هنا الأخ خالد الألواني يأتي بالحديث اللي احنا جبناه قبل شوية أيضا يقول عن أبي هريرة يقول هذا رواه المسلم مسلم والبخاري أنه والذي قال رسول الله والذي نفسي بيده ليشكننا أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الوحيدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة وقرأوا ما إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا من النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فإذن يعني العقائد أساسا تأخذ من القرآن الكريم وفي القرآن المسألة غير واضحة لا بالرفع الجسدي ولا بالنزول قبل يوم القيامة وأساسا يعني هذا الحديث الذي يقول أن يجي النبي عيسى يصلي خلف الإمام المهدي الإمام المهدي هو ليس نبي بالطبع وليس أفضل من نبي عيسى هو إنسان عادي حتى لو أعتقد الشيعة أنه إمام مثلا أو موصع به من قبل النبي وهذا أيضا كل كلام كلام في كلام مصحيح لا هذا المهدي موجود ولا غائب ولا إلى وجود إنما فكرة عامة أنه كل إنسان يقيم العدل والقصط ويحارب الجورة الظلم يسمى إماما مهديا وكل إنسان يمكن يصير إمام مهدي فالإمام المهدي يعني صار عبر التعريخ تضخيم لدوره ومكانته وشخصيته وأيضا ربطوا بعض الأحاديث الضعيفة فيه هذا الحديث الضعيف أساسا وصار أنه سوف ينزل ويصلي خلف الإمام المهدي وثم يموت هذا تركيب تركيب نظريات على النظريات حتى يستنتج من أتى شيء ويأيد فكرة معينة وأساسا بحث المهدي يحتاج لدراسة خاصة حتى يتأكد الإنسان أنه فعلا حقيقة تاريخية وشخص موجود أم هو فرضية فلسفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة